السلام عليكم ورحمة الله وازلتكو حبيب اعمليني يا رب كنوا بخير حليمة بعض النهارة التحلية حلوة جدا جدا سهلة اوي 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 لذيذة جدا جدا فهمو تتخيلوا ترطب على القلب كده طبقة الكيك جوسي تخفى حاجة كده بالدوب ده وبين الله مبارك حلوة اوي اوي وكل الاطفال بتحب طباتي جيل اي حاجة فيها جيل الاطفال بتحبها يلا بينا بنقول المأدير بتاعتنا معي ايه معي بيضة بدرجة حرة المطبخ نص كوباية من الزيت كوباية الربع من السكر وكوباية لبن وكوباية ونص من الدين المنخول وكيس كيكشاف هاخد منه معلقة كبيرة وكيسين فانيليا عشان البيضة وطبعا راشة ملح ومعلقة من الخل معلقة الخل بدي تروحة الوقاول الكيك يلا بقى نحط كله على بعضه في البولة حط البيت والسكر واللبن والزيت والفانيليا واضربهم كويس جدا جدا لو عايزت تشغلي بالمضرب الكهربا اشتغلي عايزتها تحط يوم في الخلاط اشتغلي بس انا حبيتها تبقى سعلى كده وسريع ومستخدمش اي اجهزة ولا حاجة في طبقة الكيك وضربتهم كويس جدا جدا بالويسك او البيت والسكر والزيت واللبن والفانيليا زي ما انتو شايفين كده واضرب كويس جدا جدا حطيت اتنين باكت فانيليا عشان البيضة اللي احنا حطوناها الكيك ده حلو جدا جدا كيك يومه اللي هو الكيك اليومي لو ما حطيتش على الطبقات سهل وبيضة واحدة بس هتعملي سنيك كيك حلوة جدا جدا لأولادك قلبتو كويس جدا خلطتو اول حد ما عمل لي فهم كده حطيت علي معلقة من الخل زي ما انتو شايفك كده وهنزل بقى بالمقادير الجافة اللي هي جوبة ونص دي ما نخول وهنخوله تاني معاكم دلوقتي هتشوفو واحط معايا كده معلقة من البيكنج بودر او الكيك شايف ورشة من الملح بس كده كده الكيك بتاعنا خلص اول ما بدتي اعمل في الكيك روح تمشغل الفرن آآ على درجة حرامية وتمانين لو ما عندكيش درجات على الوسط آآ ومن غير شوية بنشغل فرن بس يسخن كويس جدا عشان احط فيه الكيك هوريجو دلوقتي القوام بتاعه بعد ما اقلقه كويس جدا مواد جافة مع المواد السايلة دي هتشوفوا القوام بتاع الكيك عامل ازاي جبت السنية السنية دي مقى سربع واشرين تقريبا حطت فيها آآ دهنة كده من الزيت ورشة من دي بطنطها بيها يعني وهي هصب مقدار الكيك ده القوام اللي انا عايزة لا اتقل من كده ولا اخف من كده تمام تمام هتدلها كده خبطة كده بسطة كده رخيمة تطلع على الفقاعات اللي فيها دي عشان مش عايزة ما سامات كتير او فيها عايزة تبقى ايه هشة وكل حيك بس تبقاش مفراغة اوي حطتها في الفرن خدت بالزبط عشين دي في الدر وقت ده هعمل طبية الكريم شنطي معي كوباية من الكريم شنطي الخام انا بستخدم المتحدة كوباية من اللبن المسلج او الماء المسلج انا استخدمت ماء مسلج ومعلتين من السكر عشان تزبط لطعام الكريم انا انا دي كريم شنطي خام لو انت جاي بقى محلة ما تحطش سكر هضربهم كده كويس جدا بالمضرب بعدين اشغل بقى الكهرباء اليوم عشان ما يترتشوش في وش هنا يبقى كوباية كريم شنطي كوباية مية مسلجة معلتين من السكر او تلاتة معاك من معلتين لتلاتة معلتين كانت حلوة لو بتحب التحليل تبقى مسكرة او يحطي تلاتة لكن كانوا معلتين كانت طبقة الكريمة حلوة بس كده هضربها كويس جدا خدت الوصلة اللي قوم دوت هدخلها بقى في التلاجة وهوليكم الكيك اللي انا طلعته قلبته في سنية تانية اهو السنية دي قلبتها فيها عشان تبقى افتحها تبقى طبقات بعد كده جبت الطبقة التالتة اللي هي اه طبقة الجيلي حاطي الكوباية من المية عليها معلقة من السكر معلقة من النشاة كبيرة وكز اه جيلي اي نوع تحبيه ده كان فراولة تحبي انا ناس تحبي اه اه منجة تحبي تفاح اخضر اللي تحبيه اعملي اللي بتهم كويس جدا نفعتهم بقى على النور خدوا غلوة وسيبتهم بقى يبرطوا شوية في الوقت ده هكون اه انا نسيت اقول لكم ان انا لما طلعت الكيك وقلبته في السنية دي انا سقيته بكوباية من اللبن كوباية لبن عليها معلقة صغيرة من السكر سقيته عشان يبقى جوسي كده ويبقى طلع ويبقى متشابع كده مليان لبن هطيت طبقة الكريمة وبعد كده حطيت طبقة الجيلي وانتي بتسوب بيها واحدة واحدة كده عشان اه المنزر اللي حصل ده ما يحصلش معي اللي هو الكريمة تطلع كده على اه مع الجيلي ودوني مش بتزبط بس انا رجعت زودت طبقة من الجيلي كمان وحطيتها فزبط الدونية زي ما هتشوفوها دلوقتي اهو تمام تمام زي الفور حطيت طبقة في التلاجة ساعتين تلتة بقى زي ما تحبي انا ولادي بصراحة ربنا ما صبروش عليها ما كاملتش ساعة ويطلعوا اكلوا منها والله هم كان عايزين يأكلوا منها اصلا ولا يعني قبل ما داخلت التلاجة لان عندي ولادي بيحبوا الحلويات وبيحبوا الحاجة اللي فعل جيلي بس كده انتم شايفينها لسه كان الكريمة برضو ما كانتش تجميد اوى الجيلي برضو ما كانش الجميد اوى فانتي ادلها حقاها في التجميد في التبريد يعني بصراحة الكيت كان حلو اوي الكيت كان جوزي جدا جدا مليان جدا لبن وكان حاجة كده جميلة قريبة جدا من التريليتشا باستثناء الطبقة الثالثة الطبقة الثالثة هناك كان كراميل هنا اه الجيل حلو اوي جربوها اتعجيوكم اتضر داكم واستطيعا بكم في الكومنتس ايه باحبكم جدا جدا في اللي اصطيعا باي باي